التاريخ مليان سير أمهات كتير جدا مصريات وعرب يعني جزائريات وفلسطينيات والسوريات أمهات من دول العالم العربي في الخليج وفي غرب إفريقيا وفي مصر استطاعوا بأموال قليلة أنهم يعملوا أسر عظيمة ويدلنا نمازج نجحة يعني سيبكم من أم عمر الشريف ست غنية جدا الله يرحمه وكانت الست دي عايزة تطلعه أعظم واحد في الكون بس هي ست غنية جوزها تاجر كبير وهي غنية جدا فشايف أن ابنها أزكى طفل في العالم زي أي أم وأجمل طفل في العالم زي أي أم وطلعت عمر الشريف بس دي ست غنية إنما التاريخ مليان بأمثال قصص لستات بسيطة جدا وفقيرة جدا لكنهم خرجوا لنا ناس غيروا عقلنا الكاتب الصحفي محمد توفي له لفظ بحبه قوي يقولك الناس اللحم دماغنا من خيرهم الله تعبير ولا أروع للكاتب محمد توفي ناس لحم دماغنا من خيرهم زي طاع السين والعقاد وكتير قوي بقى توفي الحكيم ونجيب محفوظ لحم كتافنا من خير الناس دي لحم دماغنا ولحم كتافنا عندك مثلا فلاحة من مطوبس في كفر الشيخ ست فلاحة متجوزة راجل فلاح أجري اسم إبراهيم الست دي وجري ده يعني يطلع يلم ده ده يعني راجل يشتغل يوم يبطل عشرة يعني لو كانوا حت الجبنة وتشواد بتتوي يبقى الدنيا عندهم زيطة وعايشين في بيت هو وجحر الفار حاجة واحدة الفقر ضربهم قوي فالست جوزها ما طاقش العيشة وهي ما طاقتش العيشة معها فاتطلقوا طبيعي جدا بس اتطلقوا وهي حامل فاخدت بعضها وراحت اسكندرية ولدت هناك عيل سميته علي العيل ده بقى هي عايزة تربيه بس ما عايش فلوس فبدأت تبيع في الأسواق جبنة تبيع بيض حاجات كده رخيصة قوي وبعدين بدأت تشتغل في البيوت يعني اللي كانوا وقتها يقولوا عليها خدامة في البيوت يعني وهي الحقيقة بصل ابنها قوي والدنيا ترستقت معها شوية ولقيت شغلانا لكن يجي الأسطول الإنجليزي سنة 1882 ويضرب اسكندرية فالست مبروكة هي وابنها علي يقعدوا يهربوا من اسكندرية حيث الحرائق ويقعدوا في حتة عراء وقت طويل أيام وعلي مش ناسي المناظر اللي شافها بتاعت حريق مدأة البيوت اسكندرية والحاجات دي وبعدين تطلع على القاهرة وبعدين جوزة عايز يرجعها عشان يستفيد بعلي يشغله بس هي شايفة أن علي له مستقبل وتصرف هي على علي وتشتغل في بيوت كتيرة منها بيت السامدوني تقريبا وعلي ينجح في ابتدائي وبعدين يخش الإعدادية وبعدين التوجهية وبعدين علي يخش كل الطب أو يدس الطب مدرسة الطب وقتها وبعدين علي يبقى طويب وبقى أول نقيب للأطباء في مصر علي بقى شابراهيم اللي ربته ست ما كانتش لقيا تاكل بلا مبالغة حرفيا بس الست عارف تدبر أمورها وترستق من هنا وتشتغل هنا وتصرف على قد بالزبط وركزت قوي أن علي ده يبقى حاجة كبيرة وما تبلوكش أي حاجة وتهرب من بيت لبيت لأنه عندها مشروع اسمه علي تطلع في الآخر علي باشا ابراهيم دكتور الملك وياخد لقب باشاوية ابن الخدامة أنا ما بقولش هنا باستطار أو باستعجب أو بسخرية أنا بقوله على اللفظ اللي كان وقتها بيتقال عليه ابن الخدامة ابن الخدامة ده بقى أول نقيب للأطباء ابن الخدامة ده بقى طبيب مشهور جدا وفيه شارع باسمه علي باشا ابراهيم ابن ابراهيم عطالة الفلاحي الأجري اللي رمز ستة عشان الفقر فالستات الحقيقة ربات البيوت بيعرفوا يدبقوا الدنيا لأنه وراهم هدف وراهم أسرة ساعات الأسرة دي بقاش علي بس بيبقى علي وحسين وصلاح وعدلات وبنات وأولاد ويعرفوا يصعدوا بالأسرة دي إلى بر الأمان الراجل فينا بيروح يشتغل ومهنوش دعوه بالباقي كفاءة عليه اللي بيشوفه في شغله البيت ست والست إذا دارت البيت كويس قوي بتطلع نتائج مزهلة مهندسين ودكاترة وفنانين دي ستات البيوت ببساطة من غير ما تخشش قليلة اقتصاد وعلوم سياسية من غير ما يتعمل لها تمثال من غير ما يتشاور عليها كده يقول شوف الست اللي طلعت معندس ودكتور ومش عارف إيه ببساطة الستات في البيوت مش بتحتاج للتسقيف ولا بتحتاج انهم يتعمل يكتب عنهم مقالات في الأهرام والأخبار والمصر اليوم والشروق ولا بتحتاج انها ان يتعمل لها تمثيل أو أغنيات حتى فكرة علي أمين لما فكر الصحف الكبير المصري ان ليه ما نعملش للأم عيد واختار مع القراء يوم واحد وعشرين مارس يبعيد الأم علي أمين أول ما نفكر في الفكرة دي لأن الأمهات بيتمهل يعني يهمله طول السنة بينما البيوت في الحقيقة قيمة على الستات البيوت قيمة بجد بمنطق على الستات ست بتعرف تدبر وبتخرج بنتاجها هيلة وبعدين عندها حالة تصوف حلوة مش بحتاج تسقيف هي تشوف ولادها طوال كده وتخرجوا تنبسط جد ده الفرق بين اللي بيشتغل بجد وبصدق ومؤمن برسالته وفرق بين واحد هجاص كداب مين بقى؟ أيها الأحرى العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصريين والشعوب كلها عندها أمثال شعبية كل شعوب العالم لديها أمثال شعبية وبيتورسوها بحكم أجيال جيل وراجيل كل حاجة في الحياة يعني لها مثل في السياسة في الاقتصاد في التدبير وفي الدين وفي العلاقات الاجتماعية حتى في الحرب وفي الحب وفي الكر في التربية كل حاجة تقريبا مفيش مجال الأمثال الشعبية ما سبتوش مغزون طويل جدا من الحكمة البشرية عند السودانيين والعرائيين والجزائرين والسعوديين والمصريين مصر فيها مثل بيقول اللي سانك حصانك إنسنت وانهنت 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 أو في رواية أخرى وانهنت وخانك ولو إني الرواية الأولى أصدق والله أعلم انهنت وانك أو المثل ده ممكن ينطبخ على حاجة بتحصل في مصر زي التصريحات الأخيرة للأخ أسامة ربيع أبو عين دبلانا اللي بيشتغل رئيس هاية قناة السويس مكان مشهور أحمد مشهور وكمان مكان أساد زعظام مهندسين كبار فضح فيها نفسه أو فضح فيها من غير ما يقصد فضح السيسي وطريقة قدرته للدولة لما قال إن فكرة صندوق قناة السويس دي هو ما فكرش فيها ده السيسي اللي قاله عليها قاله لما أجيلك فلوس ابقى شيلت شوية على جنب من إرادة القناة زي بالزبط اللي بيحصل في بيوتنا المصرية قصدي لما السيد المصرية بتكرمش إرشين كده على جنب للطوارئ فكرة رائعة نسمع كده المصرات الرئيس في بداية لبناء تعين قال لي بتشاهد كام على جنب فيه كام في اللقناة سويس فلوس على جنب محدش بيقرب منها تلقفش عني أنا إزاي تلقفش عني كل الفلوس متيجي جزء اللي بيروح للدولة بيروح وجزء اللي بصرف عنها إزاي في هيا زي دي بيرو إزاي كده فلوس للطوارئ كل ما كانت كذا فلوس للطوارئ تحصل أي حاجة تدعي أنت تطلع من تستحتاجش للدولة اللي تروفلو بتديها فلوس أنت بلو من عايز فلوس فكد من هنا بدأنا نشيل مبلغ على جنب علشان الطوارئ استقطاع مبلغ على جنب لا يؤثر على مزانية الدولة أيوة ولا ياخد مزانية الدولة بيأثر معينا أنا بأحضر من حساباتي وبأضبط نفسي إننا شو كل مرأ زي ما بنعمل في بيوتنا ما أنت فيش بيت مطهوش مش مبلغ شايلوا للطوارئ بعد يسر أي حاجة مش قلت بقعد كده طيب و لما زي ما بنعمل في بيوتنا لما زي ما بنعمل في بيوتنا السيسي جا بي جديد و حضرتك ما فكرتش فيها لي لكن معلش 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 نكمل معاه بغض النظر عن الكارسة اللي قالها قسامة ربيع اللي بتباين إن إدارة الدولة ماشي على نظام ستي وستك و خالتي و خالتك و تقطعوا الخلال من غير لا محاسبة ولا حد يخسر ولا أي حاجة إنك ممكن تخنصر كده مليار جنيه من غير ما حد يسألك هو بيقول كده أممكن أخنصر شوية كده من غير ما حد وبتحريد من رأس النظام خليها رأس لحد ما نخلص لكن النهاردة عايزين نسأل سؤال تاني خالص هو السيسي بيدير الدولة أحسن ولا أي ست في بيت مصري وبقول بيت مصري لأنه أسوأ البيوت دلوقتي اقتصادياً هي البيوت المصريين البيت العراقي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك البيت الجزائري ربنا يزيد ويبارك البيت المغربي ربنا يزيد ويبارك ما فيش أسوأ من مصر والسودان دلوقتي بس حتى البيت السوري حاله تحسن ما فيش أسوأ اقتصادياً من البيت السوداني والبيت المصري طبعا مش نتكلم بقى على الإماراتي ابعد الكويتي السعودي أو أعتيجي هنا إيه من عندول إحنا بنقارن ما بين البيت المصري اللي هو اقتصاده الصفر دلوقتي والسيسي بجد لو عملنا مقارنة بين السيسي وست البيت المصرية اللي جواها جين ورسته من آلاف السنين أو زي ما بيقول المسأل البلدي يا مدأ اتعرز طبول شوف بقى الجين بتاع الست المصرية اللي ورسته من أمها من آلاف السنين والجين اللي عند السيسي فمثلا الأولويات هي أي أولوية ست البيت المصرية يعني لو معاها ألف جنيه 100 جنيه مثلا إيه أولوياتها هتلاقي أن أولوياتها الأكل والشرب والتعليم والصحة دول أهم ثلاث حاجات لأي ست بيت مصرية تأكل عيالها تعلمهم حكيت لك أنا حكاية مبروكة الخدامة تأكل برهيق علي وتعلمه كويس جدا وتعالجه الخدامة اللي كانت بتبيع جبنة أريش في الأسواق كانت تهتم بعلي كده ده الأساس عندها طيب ومن غير ما نعتبر نست البيت حتى لو مش متعلمة وضربت لك مسأل مبروكة حتى لو مش متعلمة بتعتبر الأيال على رأس أولوياتها تعلمهم على رأس أولوياتها لدرجة إنها رفع شعار المسأل الشعب اللي بيقول كل الحلل ديقة إلا حلة العلم واسعة طيب نروح بقى دي ست البيت المصرية دي مبروكة وخلينا نقول عليها مبروكة لحد ما نخلص المقدمة دي مبروكة اللي خرجت علي باشا أبراهيم لكن لما تروح للسيسي بقى هتلاقي أولوياته مختلفة خالص فهو رفع شعار أول شعار يعمل إيه التعليم في وطن ضايع ده أول حاجة بفضل التعليم في حدس كانت مستوى التعليم فيها وكانش عندهم مية خمس وكان عندهم تعليم جايد لكن يا ترى ساغوا الشخصية اللي تحمي بلدهم من الخراب والضمر لا ما يدروش ساغوا الشخصية اللي تحمي بلدهم من يبقى فيها قتل وتدمير وتخريب بالحجم اللي احنا بنشوفه ده لا ما يدروش يبقى فشل التعليم التعليم هو أن أنا بيطلع إنسان أنا عايز أعلمكم ينفع التعليم في إيه ما هو وطن ضايع ده أنت معدي ده أنا مش عايز أتكلم ينفع التعليم في إيه في وطن ضايع ده شار يدي يقول قال لهم التعليم كويس قال لهم كويس قالت خلاص يبقى فرنسا بخير إنما ده ترعة المفهومية يبقى الأستاذة الست مبروكة مرات الراجل عطالة إبراهيم عطاعة كانت فاهمة إن ابنها علي لازم يتعلم هبيع جبنة هبيع عيش هبيع بيض هشتغل خدامة بس علي يتعلم عبده بيقول لك إنفعي التعليم في وطن ضايع طب عشان مبروكة تعلم ابنها كان لازم يقول الولد يأكل وبسحوته كويسة العلاج الصحة ده عند الست البيت خلينا نشوف الست الأخ السيسي العلاج عنده عامل إزاي الصحة أخبار صحتك إيه بقى كده شوف السيسي بيكلم عالصحة بيقول إيه في مصر إحنا عددنا زي ما تقال مية وخمسة مليون وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفات والأسرة الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان يعني لو كان عندنا مثلا حول رقم ممكن من ننسوش خمسمائة مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطئم الطبية وعلى كل شيء طيب إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعة الزيادة السكنية لا هي مش الأسباب الزيادة السكنية وأنت بشتدر تعمل ده لأنك أنت مودي أولوياتك في حيث تاني وهنشوفها دلوقتي حتى الأكل السيسي مستكتر عليكم وعادي جدا يقول لكم ما فيهاش حاجة لما نجوع نجوع إيه المشكلة يعني إحنا ما ناكلش إحنا ما ناكلش وحنبني بلدنا وتي فهمها؟ لو أتخافي ولا حد يخاف ولا حد يقدر محدش يقدر حاجة واحدة بس كون كده كده أي حاجة سهلة مش هنأكل ما ناكلش هنجوع يعني نجوع هي المشكلة يعني لكن بلدنا بسلام وأمان وبنطلع لقدامنا والنجاح واضح ولسه حيستمر إن شاء الله بتقلقوش وقل وقك بقك تحية بس شكرا شكرا أمر والله طب أدي أولويات مبروك أمرات إبراهيم عطالة أو إبراهيم عطا كان أولوياتها أني علي يتعلم وسيحط بقى كويسة وياكل عبدالفتاح السيسي شاف إن التلاتة دول مش مهمين خالص نشوف بقى لو روحنا لحاجة تانية هي السلف هتلاقي ست البيت المصرية بتكره بطبيعتها السلف ورفع شعار غريب جدا كله أكل الفول واخرج أفاية عرض وطول ولاكل الكباب ووقفت الديانة ورى الباب يعني أنا ليه أنا حاجة مش عايزاها ممكن تخش في جمعية ومن جمعية لجمعية لكن تستلف لا على عكس عبده يموت في السلف زي يعني أسهل حاجة عنده إنه استلف أسهل حاجة عند عبدالفتاح لدرجة إنه استلف من ساعة ما شفنا وشه العكر أكتر من 120 مليار دولار ديوننا دلوقتي عدت المية 65 مليار دولار الديون الخارجية وبقينا حرفيا بنستلف عشان نأكل قد الخبر من البنك المركزي قدنا الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول لحد مارس صح صح معاي لحد مارس وبقينا بنقترض عشان ناكل ونجيب أمح 400 مليون دولار من الإمارات عشان نشتري أمح يعني السلف اللي بتكرهه الست المصرية لأنها عارفة إن السلف زي ما بيقولوا في الأمثال كده برضو السلف تلف والرد خسارة فمنستلفش ويقولوا على قد الحافك مد رجليك الست المصرية المغزون عندها رائع نشوف حاجة تالتة اللي ممكن نقارن بينها وبين السيسي وست المصرية وهي عدل ست البيت بين ولادها وده على فكرة في التراث العرب ست البيت ما تديش لواحد أكتر من واحد آه إيه وقت تعملي كده كلهم ولادك بتحب مين أحب العيان لحد ما يشفى ده ابني أحب الغيب لحد ما يرجع بس لما يبقوا كلهم موجودين يبقى المعاملة مصطرة واحدة مفيش تفرقة هي شايفة أولادها حاجة مهمة حاجة جميلة ورفع شعار المثل الشعبي المشهور الخنفسة تشوف ولادها على الحيط تقول دلولي ملضون في خيط أو الله شوف أو احنا نقول دايما نتالي يعني نقول الأرد في عين أمه غزال هي شايفة كده أي ابن فيهم شايفهم كلهم زي الفل هو حد يعرف يجيب زي أولادي بس تدي للكل زي بعضهم على عكس عبد الفتاح اللي بيفرق بين ولاد المصريين هو مش عايز يزود مستشفيات ليه مش عشان تزير السكانية ما تبقى شاه بل المشمعة دي بقى انساها الله خليك عشان عنده ولد أعز من ولد عندنا في الصعيد الصعيد الجواني العيلة كده تتقسم أنا أقول لك على عائلات في الصعيد وأتحداك إن ما كانش فيها التأسيمة دي عائلات الصعيد الغنية عندهم أراضي زي الأستاذ فاهمي عمر المزيع المشهور الإعلامي المشهور بص على عائلته ما شاء الله عائلة على رأسي من فوق بس أي عائلة زي دي بتعمل عندهم أكتر من ألف فدان مثلاً يبقى فيه واحد ظابط جيش واحد في النيابة أو قضاء واحد في الشرطة واحد يدير الأراضي لازم العائلات تعمل كده الله طب اللي بيقل إيه دي الأراضي ده بقى أمي مش متعلم معلاش بس الحقيقة هتلاقي حضرتك إن وكيل النيابة أو القاضي أو الظابط الجيش بيحترم الرجل اللي مسكه لهم الأرض أخوهم الثالث ويحترموا عياله وعياله يبقوا في النيابة وفي القضاء إيه سيسي مش كده بقى السيسي عنده عيال على الحجر وعيال ولاد البطة السودا عياله يتضربوا بالجزمة فالجيش والقضاء حاجة تانية خالص وبقى المصريين دول ولاد الشغالة عشان كده هو يزود مصرفات عياله اللي في الجيش واللي في الشرطة واللي في القضاء ويخليهم يمرحوا في الأراضي وياخدوا أراضي زي معايزين زي القرار ده كده قادي قرار الجيش يضعيه على مزيد من الأراضي في مصر جديد بقرار السيسي ليه بقى؟ لأن دول ولاده تبوا التانيين ولاد حرام مش بس كده سيبك بالتفاصيل مكافآت استثنائية للقضاء قادي القضاء في عزمس الموظف المصري غالبان المعلم بياخد مستثناءات قضائية تفضل وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم أمين معاكم وأمين عليكم ولا حيحسبني مين؟ ربنا بالمناسبة بس الراجل بقى هنا المشكلة أني ست البيت في الآخر من حق جوزها يديها الفلوس بس حاسبها يعني في الآخر تلاقي الراجل هبت في دماغه كده وفي لحظة وحشة في ساعة عصاري حيثوا الفانيلا محملات واللباس الضمور وقال لها أنت بتوادي الفلوس فيه دي جملة الجملة دي بتترجم في عرف الدول جهاز الرقابة الإدارية جهاز المركزي للمحاسبات نيابة الأموال العامة مجلس الشهر تلاتين جهة في الدولة هي الجملة اللي بيقولها الراجل ده بعدما طلع دخن السجارة في البلكونة قدام جارته اللي جوزها مسافر العلاق ويقولها أنا ملاحز أن أنت بتوادي الفلوس فيه بيحسبها وساعات الحساب ده يتطور قوي فيطلقها أو هيا تقولي بيقولك إيه أنا مش طيقة فتخلعوا تخلعوا لما تبقى الحياة بينهم مستحيلة يطلقها أو تخلعوا عبد الفتاح السيسي ما عندوش القصة دي عبد الفتاح ما حدش بيحزبه اللي يحزبه بس ربنا زي الفيديو ده كده العباء لا العباء أنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم أمين معاكم وأمين عليكم ولا حيحسبني مين ربنا بالمناسبة حساب كنتو سهل قوي حسابكو سهل حساب البشر سهل لكن حساب رب البشر حدش يقدر سبحانه وتعالى يعني شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة السيسي الحقيقة متبت في الكرسي لا هيتطلق ولا حد يخلعه غصب عنك قاعد ومش هحكي لك عن الفريق شفيق اللي عملوا معه ولا سامي عنان ولا أحمد قنصوة ولا بالفتور ولا أي حد من دول هحكي لك عن اللي عملوا مع أحمد تنطاوي الحقيقة أنصاروا رفعين قضية عشان منعهم من عمل توكلات قادر خبره بالصورة دعوة رقم كذا الشهر العقاري مقامة من أحمد حسين عبد العال ضد وزير العدل بمنصبه أو بصفته الرئيس الأعلى الشهر القضاء أنه راح يعمل توكيل لحمد تنطاوي الشهر العقاري رفض الشهر العقاري رفض وبعدين يطلعوا الإعلامين يقولك عايزين انتخابات ومين ينزل لما جاء واحد فيه الرمأ هينزل فاحنا نقطع الخيط من منبعه نوقف المصورة من الأم توكلات ما فيش توكلات ليك أو الراجل رفع القضية على وزير العد لأنهم رفضين في الشهر العقاري يعملونه توكيل للأخ أحمد تنطاوي الموضوع ومستعجلة قبول الموضوع وإلزام مش عارف جهة الإدارة بأنه يمكن الطاعن من توسيق يتمكن الطاعن من توسيق وتحرير توكيل وطلب تأييد للمرشح المحتمل للانتخابات الرئيسية السيد أحمد مش عارف محمد رمضان تنطاوي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية ده الفرق ست البيت تطلق تقرف من جوزها تخلع منه زي ما حصل مع مبروكة الخدامة وكل واحد يشوف حاله لكن عرفتح لا عرفتح أصبح قدر مقدور فاشل ضايع سفي بس أعيد لك حتى الطلاق مالكش حق فيه الخلع مالكش حق فيه في النهاية ست البيت في مصر بتدبر بيتها أحسن مليار مرة من قدرت السيسي لكن هو هنا السؤال إيه السر؟ السر ببساطة في الفرق الأساسي بين ست البيت والسيسي إن ست البيت بتطبق نصايح السيسي آه اللي هو مش بيطبق على نفسه يعني لما السيسي لما ست البيت الحاجة بتغلى عليها ما بتشتريهاش ودي النصيحة اللي قالها لها السيسي الحاجة اللي تغلى ما تشتريهاش اسمعوا طيب بس طب اسمعوا طيب حاضر شوفوا بقى شوفوا طب اسمعوا طيب برضو الأسعار عايزين تسيطروا عليها آه الحاجة اللي تغلى ما تشتريهاش اللي هو ده بسيت يعني والله 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 أنا والله 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 دي بيجيب معايا على طول أبي أحمد لما قال له أقول والله والله لأنا واحدين إيه دي دي إيه يعني انت عارف النصيحة دي الحاجة لما تغلى عليك ما تشتريهاش هي الناس بتعمل كده فعلي عفتاح الناس بتعمل كده بإرادتها في مثل عندنا مصر يقول اللي يجي لك غزب خدوا كده بصفانية خدوا كده بسماحة يعني خلص الناس بتاكل رجلين فراخ ومعليتش بتاكل أصلا السؤال بقى انت ما بتعملش كده ليه الحاجة اللي تغلى ما تشتريهاش لأن انت ما بتطبقش الكلام ده عن نفسك كان غالي عليك الأسور الرئيسية في بلد فقيرة بتعملها ليه ليه في وسط الغلاء والكوا وروحت عملت أسور رئيسية وطلقت وقلت آه بعمل أسور رئيسية ده البلد مش تاكل طب ما كنت طبقت المسأل ده والحاجة اللي تغلى ما تعملاش ما طبقتش المسأل عليك لما رحت اشتريه الطيارة بنص مليار دولار في بلد بتستلف عشان تاكل ليه رحت اشتريه الطيارة من ملكة السماء اللي سعرها مرعب وروحت عملت بمئتين مليون مش عارف ايه ادي كرات من جوة الحاجات دي السيسي شاف البلد مش قادرة ومش معاها واحنا فقرة قوي زي ما هو قال لكن الرغبة كده ما طبقش كان دعي نفسه رح اشترق اي حاجة غالية تم العاصمة الادارية كانت غالية علينا والمونيريل كانت غالية علينا والطيارات بتاعتك كانت غالية علينا والأصور ما كانتش تلزمنا كل ده كان غالي وبرضو اشتريته ما قلتش لنفسك وقتها اللي يغلى ما اشتريهوش اللي عايزه البيت يحرم عالجامع ان ادبر ولمي ايدي عشان اصرف على الشعب ده ليه بسط لنفسك بس ليه عيشت كده عيشت الشعب في فقر القرون الوسطى وعيشت انت كاقطاعين القرون الوسطى انما السيسي بيطبق الامثال دي عليه كنت بس يسيب الشعب جعان وروح يبني اكبر مسجد واكبر ناجفة واكبر كنيسة واكبر برج واكبر عاصمة ادارية عبدالفتاح السيسي اللي راح قال لكم فالفين وستاشر ما حدش قالك انك فقير قوي لا انا بقولك انت فقير قوي وهو بيقولك كده عمل الحاجات دي بقى اتفرج مسجد مصر احد اكبر مساجد العالم تحفى معمارية امهدر الملعاب اللي بعده العاصمة الادارية الجديدة مسجد فخم يثير غضب المصريين الذين يواجهون الفقر اللي بعده اكبر مسجد واكبر كنيسة معركة اكبر جامعة ليه اعملوا اكبر جامعة لكن السيسي ماشي على نهج كل مجانين العظمة في القرون الوسطى احنا على رأي عمار علي حسن دكتور عمار علي حسن بيحكمنا نظام بطريقة القرون الوسطى انه يبني ويعمل ويعمل قلاع وقصور وخيول والشاعة مش دا ياكل مجانين القرون الوسطى اللي عندهم مرض جنون العظمة افقار وشعوبهم عشان يبنوا حاجات باسمهم على حساب بطون الناس الجعانة زي المقال اللي كاتبه ولا اروع الفنان التشكيلي وجيه وهبة في مقاله في النصر اليوم النهاردة الخبز والميزان خدنا بس منه الجزء الاخير دا دا تاريخنا عبر مئات السنين من الطبري الى الجبرتي يزخر باجبه نيكولا قبل موته الاول ويبين لنا ان كل الحكام سواء كانوا خلفاء اولاء او مماليك لا تخلوا سيرتهم من ذكر ما شيدوه من جوامع تحمل اسمائهم وذلك لاعلاء ذكرهم في الحياة الدنيا معتقدين انها ايضا تثقل كفة ميزان حسنتهم في الاخرة يوم الحساب ولكنها في الواقع تثقل كفة ميزان آثامهم لانها شيرت على اكتاف وحساب اصحاب البطون الخوية اسأل نفسك جامع السلطان حسن واحد من افضل النمازج المعمارية في تاريخ العمارة الاسلامية اتبانى ازاي دا الدولة دا السلطان نفسه قالك انا خاف يقوله بعد كده ان انا معرفش اكمل المسجد المؤيد اسأل نفسك كل القصور والقلاع دي تبانى على حساب مين على حساب الفقرى فترة الشعب الخلاصة يا حضرات ان حل قزمة الادارة في مصر فيه ابسط صور لها ان السيسي بيقول النصايح اللي ما بتبقاش على نفسه مصدع بيها المصريين ومش عارف يعمل ازاي ست البيت الخلاصة ان احنا عايزين ست بيت مصرية بسيطة جدا مصر الدرها والله ست بيت زي مبروكة ام علي باشا ابراهيم ست بيت تطبق كل النصايح وعلى فكرة هتديه البلد كويس جدا على فكرة ده مش كلام عشان نغازل بيه ستات ده كلام حقيقي اسألوا مين اللي طلع طاعة حسين مين اللي طلع نجيب محفوظ ده نجيب محفوظ ابو ما كانش بتكلم كلمتين على بعض اقلوا كده رجاء النقاش بيقول ايه مع نجيب محفوظ او نجيب محفوظ بيقول ايه مع رجاء النقاش ابو يا تقعد جنبه بالساعات ما بيفتحش بقه ابو كان كده لكنه امه عملية بالمخزون ده اسأله كده كله عبقرة كله لحد عصاب حجي امه اللي قدرت البيت امه اللي طلعته الامهات دول قدروا بيوت وطلعوا منها نمازج عظيمة جدا احنا عايزين في مصر ست بيت زي مبروكة دي واتطبق بقى النصيحة التاريخية اللي يغلى ما نشترهوش واللي معناش ما يلزمناش معناش ما يلزمناش او لو فاشلت حتى في اسوأ الظروف بتطلق بتخلع بتخلص بتمشي ما تبقاش قدر مقدور ده اللي محتاجه مصر فعلا ست بيت بجد مش افاق